بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في الفيديو ده هنتكلم عن توقعات لعراف بريطاني لعام 2021 وعن توقعاته بقيام حرب عالمية ثالثة وموعد تلك الحرب العراف البريطاني اسمه ديفيد مونتيجن ده توقع وبيتوقع حاجات وموقعه متخصص بالنبؤات او ان العالم سينتهي والكلام ده في عام 2030 وجاء في تقرير لصحيفة مترو ان البريطانيين منشغلين بحياتهم وانهم خرجوا خلاص من الاتحاد البريطاني وان دي اهم القضايا اللي بتشغلهم لان كل ده مش مهم احنا هنواجه حرب عالمية ثالثة وكمان هنواجه مشكلة اخرى وهي انحراف قطبي الجاذبية للارض ولنا عارفين ان الارض فيها قطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي هو بيقول هيحصل فيه انحراف في الجاذبية والدليل على كده ان الشتا الغد دلوقتي لسه موجود وان الجو بيتغير ونزول تلج في الدول العربية الايام اللي فاتت الخليل الشهر اللي فات فيه حاجات كده بتتغير وده معناها في انحراف القطبي الجاذبية للارض وده هيحصل اكتر وهيشتد في حال ان دلعت حرب نووية عالمية ستحرك الاخدر واليابس وقال ايضا ذلك العراف ديفيد منتيجن من هنا ستبدأ واتوقع حرب عالمية تلتة وهتبدأ في اوروبا في المستقبل القريب واستشهد بتوقعه بتوقعات نوستراداموس العراف الفرنسي المعروف ان هيحصل حاجة اسمها غزو المسلمين لاوروبا وان الجيوش الاسلامية والروسية ستتوجه عند نهر بورسينز او دينبر كلام ده في فرنسا ومن غير ما يفقد الرؤية توقع منتج انقلاب قطبي الارض نظرا للاشارات اللي شافها ولاحظها في السماء الشهر الماضي واشارت الصحيفة البريطانية لنشر التوقعات ذلك العراف ان المطارات بدأت تفتتح من جديد خصوصا بعد ما علقت رحلات الطيران في مطار اسمه هثرو الشهر اللي فات المغادرة بسبب مشاهدة طيارة بدون طيار دي من دمن برضو الحاجات الغريبة وبتقول الصحيفة ان علينا الاشارة هنا ان منتجا لديه تاريخ طويل من التوقعات وديه ناس كتيرة جدا متابعة لكل توقعاته وكان منزل كتاب عنوانه نهاية الزمن وعام 2030 ونهاية التقويم الماياني ده التقويم الماية لشعب الماية في امريكا الجنوبية ولعد التنازلي ليوم القيامة ده كتابه اللي كان منزل ومن دمن الاشياء برضو اللي توقعها زم احنا قلنا اي اندلاع الحرب العالمية الثالثة وقال ان الافتراض الاساسي لنهاية الزمن ممكن يحصل في 2030 لان الكثير من المصادر القديمة والكتب قدمت تفاصيل عن نهاية الزمن وكشفت عن شكل السماء في الليل وبناء على التطبيقات الفلكية الحديثة في اننا نستطيع ان نبحث عن تواريخ لمواقمة الاوصاف ومتى سيتغير شكل الاجرام السموي بمعنى ان عن طريق ان احنا نبحث على الكتب بتقول ازاي يوم القيامة هيبقى عامل ازاي او نهاية الزمن هتبقى شكلها ايه والسماء هتبقى شكلها عامل ازاي من خلال طبعا التطبيقات الفلكية الحديثة لو قادرنا ان احنا نخلي لو شفنا السماء نفس الشكل اللي كان في الكتب بما ده معناها ان احنا خلاص داخلين على نهاية الزمن كده خلص الفيديو لكن ما خلستش التوقعات ما تنسوش تشتركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات وايضا لو عندكم اي تعليق او اي رأي اتركوه تحت في التعليقات اسفل الفيديو ومحتاج اعرف رأيكم عن الموضوع وطبعا لا يعلم الغيب الا الله وخصوصا نهاية الزمن والقيامة والحاجات دي حدش يعرفها غير الله شكرا على متابعتكم ما تنسوش تشتركوا ايضا لو عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشير وان شاء الله استنونا فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار ورمضان كريم